جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب فرددها مرارة قال لا تغضب فكظم الغيض دليل تقوى الله وإيثار وعده بالجنة وبرهان على قوة النفس وقهر شهوة الغضب والتغلب وباب لنشر الصفاء والإخاء والألفة في المجتمع فالمتخلق بكظم الغيض يأمنه الناس على أنفسهم ويألفونه ويتقربون منه وعاقبة كظم الغيض دائما إلى خير فقد قال علي رضي الله عنه دم على كظم الغيض تحمد عواقبك ومن أهم الأسباب المعينة على اكتساب هذا الخلق معرفة عظيم الأجر والثواب الأخروي المترتب على كظم الغيض وما له من ثمرات دنيوية تعود عليه وعلى المجتمع حوله تعويد النفس على الصبر وسعة الصدر قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور المسارعة إلى إغلاق أبواب الجدال والخصومة وعدم التمادي في أسبابها المبادرة إلى تقديم مصلحة الاجتماع والألفة على حظ النفس من حب الغلبة والظهور تذكير النفس بما في الانتقام من نفرة القلوب عن الشخص المنتقم ومن نسبته إلى الخفة والطيش قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه ولو شاء أن ينضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة